سيد الرئيس يعني بيبذل مجهوزات ضخمة لعادة ترميم البلد البلد كانت تقريبا منهارة وهو ربنا معاه وربنا وفقه إن شاء الله وهنا كنا منتظرين الزيارات بفارغ الصبر يعني حشان شرفنا في أسوان وينورنا إن شاء الله ونتمنى له كل توفيق إن شاء الله في كل عمل بيكون به إن شاء الله شرفنا سيد الرئيس بزيارته للأسوان والمشاريع دي حاجة مهمة طبعاً لنحنا كشباب أو الشباب عن مثل المصر كلها وفيها خير للجميع إن شاء الله من المشاريع الطاقة المصنع الكيمويات اللي تم افتتاح والحمد لله بالطرق والكبر اللي اتعاملت في أسوان حاجة حلوة يعني ما كناش نحلم بيها بصراحة بصراحة كنت مبسوط جداً إنه وجاء مدينة زي أسوان عشان يشوف شعبها محتاج إيه وشوف المشاريع اللي البلد محتاجها والشعب الأسواني شعب جميل بصراحة يعني وبشكر الرئيس إنه يهتم بالناس الموجودة هنا وهقلهم حاجة هما كانوا بيحلموا به طفرة كبيرة الرئيسة صراحة ومبسوطين وعمل مشاريعه ما شاء الله والدنيا حلوة وحس إن الشعب الأسواني كله مبسوط يعني الحمد لله رب العالمين وربنا يبرك لنا في الرئيس ونشوف إن شاء الله في الأحسن بإذن الله عايزين ولادنا كلهم مش أسوان بس في جميع الجمهورية ييجي يشتغلوا ييجي يشوفوا بلدهم كده إيه عمرانة بالخيرات وبالإنتاج الزراعي وإنتاج الحلواني وكل حاجة بعشان وفي نقطتين هنا أولاً كمانجر إنه بيتابع المشاريع ويتابع سرها ويشوف المشاكل قبل ما تحصل ويحاول يحلها ده إدارة جيدة تاني حاجة إحنا ما سمعناش يعني أنا راجل كبير ما سمعتاش عن المشاريع كتير بتتعامل في الصعيد فكون إن إحنا بنفتكر الصعيد ونفتكر الناس اللي فيهم أساس حضارة مصر يعني دي شيء عظيم يعني إحنا بنتابع سيادة الرئيس طبعاً في زياراته لتوشكة وزياراته لبنبان وزياراته في أهل أسوان وعايزين نقوله إن أهل أسوان كلها بتحبك وإحنا يعني بنحب السيد الرئيس وبنحب فخامة السيد الرئيس الجمهورية وأهلاً وسهلاً بيكم شرفتونا ونورتونا أهلاً وسهلاً بيكم